خلونا ابتدي بخبر كان مستفز جدا ومفاجئ مفاجئ ان اسرائيل تعترف للمرة الاولى بوجود احتمال كبير مش هين عليهم ما جايلوش قلب يقولوا احنا اللي قتلنا الاعلامية الكبيرة شيرين ابو عقلة الصحف الفلسطينية والامريكية صلطت على الخبر اسرائيل بتعترف مؤكدا بمؤخرا ان من الممكن تحديد بشكل مؤكد مصدر اطلاق النار الذي اصاب السيدة ابو عقلة وقتلها في احتمال كبير ان السيدة ابو عقلة قد اصيبت بالخطأ بنيران جيش الدفاع الاسرائيلي بيقولوا المشتبه بهم من المسلحين الفلسطينيين وهي كانت شيرين ابو عقلة من المسلحين الفلسطينيين اللي هم المجاهدين اللي انتوا بتسميهم مسلحين من هو القاتل من هو هذا الجندي ما هي عقوباته وهل سيعاقب اصلا ولا اسرائيل هتتخذ اي اجراء يعرفي خيري الفكرة اذا تسمح لي اسمح لي هعلق على جزء صغير فكرة ان يتقال ان شيرين ابو عقلة كانت بين مسلحين وكل التحقيقات الصحفية واهمها تحقيق السين قال ان المكان على كل محيط اللي كانت فيه شيرين ابو عقلة لم يكن هناك مسلح واحد احنا شفناها ولا كان فيه اطلاق نار وكانت بترتدي السطرة الواقية بتاعة الصحفيين مكتوب عليها من الامام والخلف يعني دي صحافة وهي معروفة بالنسبة لكل لا والرصاصة كانت قاتلة وموجهة وشوفنا اللي كانوا بيحاولوا ينقذها كلهم مدنيين وناس عاديين جدا جدا ولكن حتى لا اطراف يقولك احتمال كبير ما يقولوش اكيد علشان تفضل المسألة معلقة وما يبقاش فيه متعب دم شيرين ابو عقلة في رقبة الاسرائيليين ويجب ان تكون هناك مطالبات دولية مجتمع الدولي ايدك منه والارض مش هنشوف منه اي حاجة لكن يجب احنا العالم العربي كله يطالب بحق شيرين ابو عقلة ومحاكمة المجرم الذي قتله دعونا نذهب الى عنامين الاخبار ثم نعود اليكم باهم من قصص الاخبار